قبل الفصل وانا ماشي كده جعل بالي برضو حاجتين لانه وارد انه تبقى حضرتك اتعاملت معاهم اتقول لي مش كلنا عندنا عائل بتتعال ثانية واحدة هو لما بتيجي ترخص عربية وتدفع مخالفات انت لسه برضو بتنزل تروح على الوحدة بتاعة المرور اللي انت تابع لها واللي ممكن تعمل ده اونلاين هي بتتعمل اونلاين من على الويب سايت وفي حاجات بتخلصها من مكتب البوسطة القريب وفي حاجات تقدر تعملها من العربيات بتاعة المرور اللي موجودة في اماكن عامة ومولات تجارية معروفة في كل حتة الى اخره وبالمناسبة المدة بتاعة العمل او ساعات العمل اصبحت ممتدة اظن لحد الساعة 9 مساء في بعض الاماكن يعني سواء زكاة العربية المتنقلة او الوحدات اللي اتفتحت جوه الساحات الركنة بتاعة العربيات بتاعة المولات نفس القصة في الخدمات المدنية كلها يعني مصلحة الاحوال المدنية اصبح لها اكتر من مكان في حتة كتير جدا انت تقدر تخلص منها الحاجة كده وانت قاعد بشا وتكييف وميد فل واربعتاشر بلاش خش على الشهر العقاري عايز تعمل اي حاجة في الشهر العقاري في حاجات بتخلصها وانت قاعد كده على تليفونك ولا الكمبيوتر ولا اللابتوب وفي الاخر خلص مثلا ممكن تروح تستلمها من المكتب طب ده المكتب بعيد لأ حضرتك ممكن تستلمها برضو من عربيات متنقلة بتاعة الشهر العقاري انت في حياتك اليومية لو خدت بالك في حاجات كتير اتغيرت احنا بس مش مركزين معاها احنا كلنا لان احنا اتعودنا عليها اعتدناها اعتبرناها جزء لا يتجزأ من نمط حياتنا اليومي خلاص فما بقناش مركزين لو ركزت هتلاقي الدنيا اتغيرت احنا كنا فين وبقنا فين